عائلة عائشة تؤجل شهر العسل للاهتمام بالتعليم أقام لاعب النصر السعودي ساديو ماني حفل زواجه من عائشة تنبا في 7 يناير بقرية كور مسار بداكار وبالرغم من تألقه في الحفل يذكر أن الزوجين لن يستمتعوا بشهر العسل فوراً بسبب اتزامات عائشة البالغة من العمر فقم 12 عاماً في مجال التعليم وفقاً لمقالة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن عائشة تتواجه التحديات بسبب الدراسة والامتحانات مما يؤدي إلى تأجيل فترة شهر العسل كان من المأمول أن يخصص الزوجان هذه الفترة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية في 13 يناير صديق ماني موسى ندياي أكد أن الساديو كان يطمح في الاستمتاع بشهر العسل بعد البطولة ولكن عائلة عائشة أكدت على أهمية تركيزها على الدراسة خلال امتحانات المرحلة النهائية للثانوية وأشار ندياي إلى أن العائلة ترى أن هناك وقتاً كافياً للاستمتاع بالعطلات في المستقبل مؤكدة على أن الزواج لا يجب أن يكون عائقاً أمام التحصيل العلمي لعائشة والتي تدرس في مدرسة كابيس للبنات في مباو على مشارف داكار